هذه لقطة أخرى يمكنني أن أعنونها رشحات نورية الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الخامس عشر من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي وهذه الطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والعشرين حديث طويل عن أمير المؤمنين يحدثنا عن شؤون محمد صلى الله عليه وآله الأمير يقول سأأخذ جانبا من هذا الحديث بحسب ما يسنح به الوقت الأمير يقول قطعا بعد أن فصل الكثير من الكلام إلى أن وصل إلى هذه النقطة ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد انتبهوا إلى هذه النقطة إن الله خلق من نور محمد بحارا من الفيط وبعد ذلك أنزل نوره أنزل نور محمد في تلك البحار التي خلقها الله من نفس ذلك النور تستغربون ذلك مر علينا من أن الله خلق المشيئة بنفسها هذا تطبيق وتفصيل لذلك المضمون وبلغة التقريب قطعا هذه الأحاديث بحسب قذارات علم الرجال ضعيفة لكنها تتفق مع المضامين الصحيحة وتشكل لوحة كاملة وفقا للطريقة التي أتبعها في وضع الحقائق بين أيديكم مثل ما حدثتنا روايات الكافي من أن الله خلق المشيئة بنفسها فإن الرواية هنا تفسر لنا جانبا من ذلك الأمير يقول ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد عشرين بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى ثم قال لنور محمد أنزل في بحر العز فنزل ثم في بحر الصبر هذه بحار النور التي اشتقها سبحانه وتعالى من نور محمد ثم ثم إن الله تعالى خلق من نور محمد عشرين بحرا من نور في كل بحر علوم لا يعلمها إلا الله تعالى ثم قال لنور محمد أنزل في بحر العز فنزل ثم في بحر الصبر ثم في بحر الخشوع ثم في بحر التواضع ثم في بحر الرضا ثم في بحر الوفاء ثم في بحر الحلم ثم في بحر التقى ثم في بحر الخشية ثم في بحر الإنابة ثم في بحر العمل ثم في بحر المزيد ثم في بحر الهدى ثم في بحر الصيانة ثم في بحر الحياة حتى تقلب في عشرين بحرا فلما خرج من آخر الأبحر قال الله تعالى يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي لا تنسوا عنواننا شؤون النبوة الخاتمة قال الله تعالى لمحمد يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر حينما يقول الله ذلك لمحمد هل هو كقولي لكم شيئا أو كقولكم لي شيئا ما الحديث في هذا حديث التجليات فإن الله يتجلى فيه هذه تجليات الله في محمد فما هو بحديث كحديثي معكم أو كحديثكم معي يا حبيبي ويا سيد رسلي ويا أول مخلوقاتي ويا آخر رسلي أنت الشفيع يوم المحشر فخر النور ساجدة نور محمد فخر النور ساجدة ثم قام قام النور فقطرت منه قطرات كان عددها عدد تلك القطرات مئة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة إنهم الأنبياء فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره من نور محمد نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار أنوار الأنبياء صارت تطوف حول نور محمد كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام وهذا من جملة أسرار الحج من جملة مضامين الحج يطوف الحجاج حول موضع ولد فيه علي صلوات الله وسلامه عليه ولد علي وبعد ذلك حدثت البعثة وبعد البعثة شرعت الأحكام ومن جملة الأحكام شرعت أحكام الحج ومن طقوسه أن يكون طواف حول البيت حول المكان الذي ولد فيه علي فطهره صلوات الله وسلامه عليه إنها إنعكاس لتلك الصورة في الوطن الأول حب الوطن من الإيمان إنه ذلك الوطن هناك محمد هو الوطن حب الوطن من الإيمان هناك وما يجري في الطواف حول الكعبة إنها ذكريات للذي جرى هناك تجديد عهد تجديد ذكر مثلما طافت أنوار الأنبياء وحينما نتحدث عن الأنبياء إننا نتحدث عن شيعتهم فالأنبياء مرتبة من مراتب شيعتهم والأحاديث لا تحدثنا عن كل شيء إنما تقرب لنا بصور وأمثلة كي نكون في حالة قريبة على المستوى العقلي على المستوى الوجداني من هذه المعاني العظيمة والعميلة فمثلما تطوف تلك الأنوار حول محمد يطوف الحجاج قطعا الحديث عن حجاج قد أمضى صاحب الأمر حجهم وليس وليس كل من ذهب إلى مكة فقد أنضى صاحب الأمر حجه وعبادته هذا أمر راجع إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه فخر النور ساجدا بعد أن تجلى الله فيه وقال ما قال له فخر النور المحمدي ساجدا ثم قام فقطرت منه قطرات كان عددها مئة ألف وأربعة وعشرين ألف قطرة فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره نبيا من الأنبياء من جملة أسباب إطلاق لفظ الشيعة لا أتحدث عن جهة لغوية أتحدث عن بعد معنوي عميق هناك من الدلالات في بيان المعاني ما هو ببعيد عن الاشتقاقات اللغوية لا أريد أن أخوض في هذه الجهة نحن مع اللغة وقواعدها حيث ما كان محمد وآل محمد معها أما حينما يعطون للغة وجهة أخرى فإننا نكون مع الوجهة التي تأتينا من محمد وآل محمد فالشيعة خلق من شعاع نورهم الشيعة خلق من شعاع نورهم المضمون هو من فاضل طينتهم لكن التعابير قد تختلف بملاحظة جهة من الجهات أو حيثية من الحيثيات وما جاء هنا في هذا الحديث هو تطبيق لهذا المضمون من أن الشيعة خلقوا من شعاع نورهم فهاهم الأنبياء شيعتهم خلقوا من شعاع نورهم إنها القطرات التي تقاطرت وتقطرت من نور محمد الأعظم فخلق الله تعالى من كل قطرة من نوره من نور محمد صلى الله عليه وآله نبيا من الأنبياء فلما تكاملت الأنوار صارت تطوف حول نور محمد كما تطوف الحجاج حول بيت الله الحرام يستمر حديث الأمير إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه في صفحة نفسها وخلق من نور اللوح القلم وخلق الله خلق من نور اللوح القلم وقال له أكتب توحيدي فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى رموز هذه إشارات هذه مثل ما ذكرت لكم في الحلقة الماضية مثالا عن محلات الحلويات الكبيرة بعض الحلويات للذوق وبعض الحلويات للنظر فقط هذه المضامين بالنسبة لنا للنظر ومن بعيد نحن بحاجة إلى تلسكوب كي نرى هذه المعاني من دون التلسكوب لا نستطيع أن نرى هذه المعاني والتلسكوب هو التوفيق هو توفيق الحجة ابن الحسن كي نتحسس هذه المعاني من بعيد وخلق من نور اللوح القلم وقال له اكتب توحيدي الله يقول للقلم فبقي القلم ألف عام سكران قطعا الحديث عن الأعوام ما هي بأعوامنا في الأرض إنه وعاء في ذلك العالم كوعاء الزمان في عالمنا هذا وعاء يتناسب حيث ما يتحدث الحديث في تلك المراتب وفي تلك الطبقات من الوجود والفيط فبقي القلم ألف عام سكران من كلام الله تعالى فلما أفاق قال اكتب قال يا ربي وما اكتب قال اكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله فلما فلما سمع القلم اسم محمد خر ساجدا وقال سبحان الواحد القهار سبحان العظيم الأعظم ثم رفع رأسه من السجود وكتب لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم قال يا رب ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك قال الله تعالى له يا قلم فلولاه ما خلقتك ولا خلقت خلقي إلا لأجله فهو بشير ونذير وسراج منير وشفيع وحبيب فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد كيف أتصور هذا المعنى قلت لكم هذه المعاني ليست للذوق لا نستطيع أن نتذوقها وإنما نستطيع أن نعلم بها نستطيع أن نصدقها بالتوفيق بالتسليم لحديثهم فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد ثم قال القلم السلام عليك يا رسول الله من الذي أجاب فقال الله تعالى وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته القلم سلم على محمد من الذي أجاب هل أجاب محمد إن الله هو الذي أجاب أسرار نحن لا ندرك حقائقها مثلما جاء في حديث المعراج من أن محمدا حين كلم الله في أعلى نقطة وصل إليها من عوالم النور فإن الله حدثه بصوت علي أسرار تفتح على أسرار إنهم محمد وآل محمد الإسم الذي هو بالحروف غير متصوت وباللفظ غير منطق تلك هي الحقيقة التي يحدثنا القرآن عنها وتحدثنا العترة الطاهرة في أحاديثها عنها فعند فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد ثم قال القلم السلام عليك يا رسول الله فقال الله تعالى وعليك السلام مني ورحمة الله وبركاته فلأجل هذا صار السلام سنة الابتداء والرد فريضة لأن الذي رده هو الله إنها حقائق الفقه بحسب محمد وآل محمد لا بحسب حوزة النجف هذه حقائق الدين وحقائق العقيدة وحقائق الفتاوى والأحكام إنها مظاهر العقيدة دائما أردد هذا الكلام من أن العبادات ومن أن الأحكام والفتاوى هي مظاهر العقيدة هي رموز وإشارات إلى محمد وآل محمد كالطواف في البيت إنه طواف حول محمد كالسلام ورد السلام إنه في أجواء محمد إنه المثل الأعلى وله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى المثل الأعلى محمد 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 صلى الله عليه وآله نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر